موسيقى اخر صورت الروم اشهي لاي اخر صورت الروم فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون دائما الناس اللي ما عندهم يقين اذا بتقرأ لهم وبتبدأ تشوف تحليلاتهم بتقول روحنا ضعنا ضعنا لا فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون دائما الناس اللي ما عندهاش يقين هاي هاي اذا بتسمع لها انت بصير زي ما قلنا بصير وزنك وزن الريشة اي نسمي بالطيرة لكن ثقوا تماما ممكن يكون حتى خطة غربية كمان ان روسيا تتورط انهم فاهمين نهايتها روسيا طب بتسألوني طب ليش روسيا ما تكون ضمن الاتحاد ضمن الاتحاد الاوروبي اصلا معظم مساحة اوروبا الجزء الاوروبي من روسيا معظم مساحة اوروبا يعني اضخم شي الجزء الروسي الجزء الروسي في اوروبا اضخم مساحة في اوروبا كلها والله بجوز حتى بيكون 40% من مساحة اوروبا هذا الجزء الروسي في اوروبا ممكن 40% من مساحة اوروبا كلها طيب ليش ما يضموا للاتحاد الاوروبي لا خلينا اقرأ لكم اذا خلينا اقرأ ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة شوفوا انتبهت لقضية الى يوم القيامة ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا حظا على فكرة يد واحدة اليوم ايش بصير في العالم وهم عدوانيين اصلا واستعماريين صوروا كلهم يد واحدة ايش بصير في العالم في زمناته لما في زمناته لما محمد علي باشا ابنه ابراهيم زحف في الجيش وصل اسطنبول قرر بسقط الدولة العثمانية ابراهيم باشا صدر له انذار من وين من الغرب ارجع ليش ليش فريسة مستنين اصباع فريسة الدولة العثمانية بستنوها عبين ما تموت مشان يوكلوها جاي انت يا ابراهيم يا محمد علي وابراهيم باشا جاي تعملين امبراطورية جديدة فهمتوا هي استفادت الدولة العثمانية من مين وقتها نابليون لما اجي هون وحصل عكا هو بالكم بس الجيوش بس صمود الجزار والجيوش البرية العربية الاسلامية اللي حزمت نابليون لا وكان في ضغط كمان من البحر من قبل بريطانيا ضد الفرنسيين مين استفاد منها الجزار واستفادنا منها في فلسطين كمان حصل ليش جبت هذه الاية ومليش مش عم بتقبلوا روسيا طبعا روسيا مسيحية روسيا مسيحية واكبر مساحة في اوروبا خليها تدخل ضمن الاتحاد الاوروبي طبعا انتوا دقلتوا دقلتوا دول كانت في حرف وارسو يعني كانت ضمن الاتحاد السوفيتي في حلفها ضد الاطلسي دخلتوها في الاطلسي ودخلتوها في الاتحاد الاوروبي ليش روسيا لا ليش روسيا لا ما بتدخلوها ارثوذوكس ارثوذوكس دين ثاني الارثوذوكس دين ثاني عند الكاثوليك البروتوستان دين ثاني عند الكاثوليك البروتوستان دين ثاني عند الارثوذوكس الكاثوليك دين ثاني عند الارثوذوكس روسيا ارثوذوكس ولا بفهموني ليش ما هم من الروس خصوصا الروس الأصليين أوروبيين يعني بالنهاية بالنهاية أوروبيين ليش ما تقبلوهم آه ما ظنوش أنه الجماعة يعني حتى لو عملوا اتحاد أوروبي حتى لو عملوا اتحاد أوروبي أنه بتصفى بينهم ما هايوا يتآمروا على اليونان عفكة على اليونان مؤامرة على اليونان مؤامرة واسقاط يونان في الديون وفي النهاية الشراع بعض جزرها وكذا بالديون هاي وجزر سياحية وغيرها تفاصيل طويلة على فكرة في التآمر على اليونان اليونان أورثوذوكس اليونان أورثوذوكس وذلك اليونان غالبا رح ترمي نفسها في حضن روسيا لقدام شوية تمام؟ لأنهم بلتقوا وبتعتبر روسيا حامية للأورثوذوكس في العالم وهي لافروف بكون لك حرب صليبية حرب صليبية طيب فبالتالي لحظوا إذن إذن هما إياكم الظنوا أنه بوصلوا يعني ممكن يكتسموا الفريسة لكن إياكم الظنوا أنه هما ممكن يكونوا في يوم من الأيام يد واحدة وممكن لذلك يعني ممكن دائما تلعب أنت في السياسات إذا كأنا بعيدش الناس هذول اللي بيجوا هيك صب هيك وفيش عندهم سياسة فيش سياسة؟ اللي ما عنده سياسة على فكرة معناته هذا في النهاية من جحش لأصل تلعب أنت سياسة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصروا حاصروا عشر تلاف حاصروا المدينة كان الاقتراح من الرسول بس اقتراح لكن لما وجد جنوده كلهم صامدين خلاص خلاص شو رأيكم نعطي غطفان جزء من ثمار المدينة ويروحوا ويروحوا عنا لكن لما وجد أنه لا جبهته صامدة ومستعدة ضحي الأخير خلاص بلزمش بلزمش وكان إذا أراد أن يغزو قوم يحالف القبائل اللي على الطريق يعني أو يعني هدى معهم تفاصيل في في هذه المسائل دير بالك أي إنسان يبدو يقود أمم لازم يكون عنده هذا الكلام لازم يكون عنده هذا يبدو يقود أمم لازم عنده أما هذا يبدو يكون شق فيه وحده يقول لك أبدا هذا في الأخير بروح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة